بدأ المشهد صباحاً في مدينة صيدة وأطرافها وكأن الجيش اللبناني أعطي الضوء الأخضر لأن يكون في موقع الهجوم لا الدفاع فقد شهدت أطراف مدينة صيدة بدءاً من نرميل وصولاً إلى عبرة ومجدليون فجزين تمشيطاً واسعاً نفذه الجيش اللبناني بحثاً عن مسلحين فرين في أودية المنطقة وبساتينها وبحسب المعلومات فإن الجيش اللبناني استطاع الإمساك بكل الخيوط التي ترتبط بأحداث الأحد الماضي عندما اعتدي على حواجزه وتأتي العملية بعد اعترافات الموقفين الذين أوقفوا في الساعات الماضية ولسيما الأربعة حيث أوقفت استخبارات الجيش الشيخ علاء الصالح ومحمد العر ومحمد الصوري وهو من أنصار أحمد الأسير لاستجوابهم وبناء على المعطيات التي حصل عليها الجيش اللبناني نفذ خطوات أمنية وعسكرية ومنها حملة دهم وبحث في الكهوف الكائنة بين مناطق شرحبيل وعبرة وفقسطة في شرقي صيدة وصولاً إلى جزين وقد استعملت هذه الكهوف للتحضير الهجوم على الجيش اللبناني الجيش اللبناني وفي بيان له أكد أنه في إطار الإجراءات الأمنية الوقائية التي يتخذها في مختلف المناطق اللبنانية نفذت وحداته مدعومة بطائرة استطلاع عملية تفتيش واسعة في البستين والأودية والأحراج الواقع شرقي مدينة صيدة بحثاً عن وجود مسلحين أو مخابئ أسلحة أو فرين من العدالة وقد أسفرت العملية بحسب الكيش عن توقيف خمسة أشخاص مشتبهم بهم حيث جرى تسليمهم إلى المراجع المختصة وبوشرت تحقيق معهم بإشراف القضاء المختص النائب هي الحريري من جهتها علقت على حادثة صيدة وأكدت دعم الشرعية وعلى صعيد المتصل الأكد راعي إبرشيات صيدة ودير القمل للروم الأورثودوكس المطران إلي حداد في أدناء زيارته بلدة عبرى القديمة المطلة على وادي عبرى وشرحبيل التي تشهد عمليات الدهم أن العيش المشترك يأتي فوق جميع الاعتبارات التي تشهدها الساحة الصيدوية الصيدوية طبعاً الأمن يعني مثل ما عم تلاحظوا أنه عم بيتلاحق من قبل الجيش ومشكور الجيش على كل الخطوات اللي عم بيعملها ندعي كل المؤمنين هون مسيحيين مسلمين أنه يمضوا هالفترة الأعياد بدون خوف بدون زعر طبعاً الجيش مسؤولته أنه يكون عنده بييده الأمن وعم يعمل مسؤوليته وعم يعمل وجبته الجيش اللبناني يعطي العافي الجيش كان قد عزز تمركزه في المنطقة وسيارة دوريات في مدينة صيدة ومحيطها وقد صمعت أصوات راشقات نارية وقنابل يدوية في محيط العمليات لكن البلدات عاشت يوماً اعتيادياً